اشتركوا في القناة النفس البشرية هي معجزة الله سبحانه وتعالى في الإنسان وهذه النفس قد تتعرض أحيانا للأمراض أو للآلام مثلها مثل باقي أعضاء الجسم لكن هناك يكون حسي وملموس ولا في الأمراض النفسية لا يكون ملموسا وهنا الخطورة في هذا الصباح ربما تحدثنا في حلقات سابقة عن اكتئاب ما بعد الولادة وهمية التعرف عليه وتعرف على مظاهره وأيضا على العلاج اليوم وأيضا في هذا الصباح رح يكون معنا أحد المتخصصين والمستشارين في مرض الطب النفسي ورح يحدثنا عن الاكتئاب ومظاهره فاسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور نائل العدوان أهلا وسهلا فيك طبعا دكتور نائل حضرتك اختصاصي الطب الأمراض النفسية ولكن أيضا حضرتك مدير عام المركز الوطني للصحة النفسية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك أختي فقط صباحك طيب إن شاء الله يعني موضوع النفس البشرية موضوع في غاية الأهمية والأمراض اللي بتصيبها لا تقل خطورة وإلاما عن الأمراض الجسدية احنا اخترنا مع حضرتك دكتور الاكتئاب فلو سمحت أنا حابة هيك نوضح للسادة المشاهدين شوه الاكتئاب شو مظاهره وأيضا شو أسبابه بداية هنا سعد صباحك أخت فخر واسمحي لي أنه أتقدم بالشكر الجزيل لإذا عدنا الحبيبة التلفزيون الأردني ولبرنامج صباح الخير كل القائمين عليه والشكر إليك أخت فخر على إتاحة الفرصة للتحدث عن موضوع من مواضيع الأمراض النفسية منتشر في البلد وللأسف الشديد ما زلنا نعاني من مشكلة وصمة العيب أو العار اتجاه الطب النفسي وعدم مراجعة الطب النفسي الاكتئاب هو مرض نفسي يصيب أي شخص معرض للإصابة فيه له أهمية بالغة والأهمية اختارت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي اللي هو بعشر عشر من كل عام أن يكون لعام 2012 عنوانهم الاكتئاب أزمة عالمية وذلك لأسباب عديدة حيث أنه يوجد حول العالم 350 مليون حالة اكتئاب حالات الاكتئاب تؤدي إلى العجز العملي والآن هو يتصدر جميع الأمراض من حيث العجز سواء من خلال الإجازات المرضية التي يأخذها المريض أثناء فترة دوامه أو من خلال الإضطربات الجسدية المرافقة للاكتئاب النفسي أو من خلال الوفاة المرافقة مرض الاكتئاب النفسي هو مرض نفسي يصيب النفس وكما قلت النفس لها أسرارها ولها مكنوناتها والله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها بالإضافة للإصابة النفس فهناك أعراض جسدية مترافقة من أهم أعراض الاكتئاب النفسية التي تلاحظ على المريض المصاب بالاكتئاب النفسي هو انحدار وتدني المزاج بحيث يصبح المريض المصاب بالاكتئاب النفسي يشعر بعدم المزاج بعدم الانبساط تدني مزاجه في أثناء اليوم وفي أثناء الليل يعني على مدار الـ 24 ساعة ويستمر لفترات تزيد عن الأسبوعين حتى يتخيصوا على أنه مريض اكتئاب يترافق مع ذلك قلق وتوتر لا يستطيع التأقلم مع الناس الموجودين حوله عدم المشاركة عدم الاهتمام بالنفس يصبح يلوم نفسه ويعزي أن هذا المرض هو ناتج عن تقصيره أو عن ارتكابه لذنب بسيط وقد يكون هذا الذنب في نظرنا طبيعي لكنه يصبح عنده تضخيم للإحداث التي مرت في حياته يصبح عنده سوداوية في النظرة للحياة سواء للماضي أو الوقت الحالي الذي يعيشه أو للمستقبل يفقد الأمل بأن الحياة سوف تتحسن ويعود لسابق وضعه يفقد الأمل بأن هناك من يستطيع مساعدته وللأسف الشديد في الحالات الشديدة والتي يصبح فيها فقدان للأمل قد يقدم المريض على الانتحار هناك يعني هاي من مضاعفاته من مضاعفاته طب دكتور بس الاكتئاب يعني أنا زي ما علمت بأنه أو فهمت لا فيش وقت يصابهوش اكتئاب بس إحنا أحيانا لا نعرف كيف نفسر شو الحالة اللي منعيش فيها الاكتئاب ممكن يكون نتيجة حادث عارض مثلا بس بيكتئب الواحد أسبوعين وبتعدي المسألة لكن هناك اكتئاب مزمن أو هناك اكتئاب له علاقة بشحنات الدماغ مش هيك ولا لا يعني اللي انت بتحكي إنه كلنا بجوز اكتئابنا باخترف معك في هذه النقطة احنا مش كلنا اكتئابنا كلنا مرينا بأعراض اكتئابين أعراض طيب ما بتدك ألا أسمي هذه الدكاء بس هو شعرنا شو أديش هو مؤلم صحيح كم هو مؤلم وكم هو مرير لكن الاكتئاب الاكتئاب يجب أن يكون هناك مجموعة من الأعراض تترافق وتتزامن مع بعضها البعض ولمدة تزيد عن أسبوعين كتدني المزاج اضطراب النوم بحيث يصبح نوم المريض قلق ومتوتر ويصحوا مبكرا ولا يستطيع العودة إلى النوم يصبح هناك أحلام مزعجة أثناء النوم فقدان الشهية للأكل وفقدان الوزن وفي معظم حالات الاكتئاب يصبح فقدان الوزن ملحوظ بحيث أن الإنسان ممكن ينزله خلال شهر عشر كيلو وفي معظم الحالات يذهبوا للبحث عن أمراض عضوية مثل السرطانة التي لها علاقة بتنزيل الوزن بطريقة مفاجئة وكبيرة يصبح هناك عدم مقدرة على العمل خصوصا الأعمال البسيطة عندما تصاب بالاكتئاب لا تستطيع أنها تكون بالواجبات التي تكون فيها كل يوم ببيتها من تنظيف وطبيق وإلى آخره يصبح العامل الذي يشتغل في مكان ما يتغيب كثيرا عن عمله بسبب الاكتئاب لأنه نوم مضطرب يصحى الصبح يكون تعبان مكسر ومع المزاج يصبح هناك ضيق خلق لا يستطيع أن يتأقلم مع أي إنسان من المحيطين فيه فأعراض الاكتئاب كثيرة طب شو أسبابها دكتور يعني هلأ إحنا بنعرف أنه في عارض ممكن يصيب الواحد باكتئاب بس قلنا هذا الاكتئاب هي مظاهر حضرتك أعراض كتاب بس قلتها أعراض اكتئاب ومش اكتئاب حقيقي لكن ما الاكتئاب له علاقة بشحنات الدماغ يعني الآن الاكتئاب لا يوجد سبب واضح نقدر نقول السبب الفلاني هو يسبب الاكتئاب وإلا لتم علاجه وانتهى الموضوع لكن هناك عدة عوامل وهذا بشكل عام بجميع الأمراض النفسية عدة عوامل منها العامل الوراثي وهو استعداد يعني يكون الشخص عنده استعداد الصدمات النفسية والحالات التي يمر فيها الإنسان خلال حياته الظروف الصعبة والقاسية التي يتعرض لها الشخص حالات الفقدان سواء كان فقدان مادي أو معنوي أو شخصي أن تفقد عزيز عليك الحياة التي نعيش كل يوم وتراكم الضغوطات النفسية يوما على يوم وجود أحد الأشخاص مريض في الأسرة وجود أحد الأشخاص مدمن في الأسرة وجود الأمراض الجسدية الأمراض الجسدية تبين أنه الاكتئاب يرتفع نسبة الاكتئاب عند الأشخاص المصابين بأمراض عضوية إلى ضعفين أو إلى ثلاثة ضعاف الناس الطبيعية فالإنسان عنده ضغط أو عنده سكري أو التهاب مفاصل أو أي مرض مزمن هو عرضة لإصابة بمرض الاكتئاب أكثر من الناس الطبيعيين نعم طيب إحنا يعني الهدف من الفقرة كلها دكتور إنه إحنا نحكي إنه مش عيب الواحد إذا شعر إنه في عيلته شخص عنده اكتئاب مش غلط ومش عيب ومش حرام إنه يزور طبيب نفسي يعني زي لما بيتوجعنا سننا منروح على طبيب الأسنان نعم لما بيوجعنا بطننا منروح على طبيب باطني مثلا فإحنا في ثقافة العيب ومنروحش على على الطبيب النفسية وعشان هيك يمكن أنا لما ذكرنا إنه المركز الوطني للأمراض النفسية مركز وطني للأمراض النفسية يعني في في مأسف الموضوع ومعناته في أمراض نفسية ومعناته أهلاً وسهلاً تفضلوا زوروا تفضلوا حتى نتعامل كيفية التعامل مع الشخص المصاب بالاكتئاب في المنزل بدءاً من تشخيصها أو الذهاب إلى طبيب وتشخيصها يا ستي اسمحي لي بداية بس أوضح لك موضوع عدم الذهاب إلى الطبيب النفسي هاي مشكلة عالمية ليست مشكلة على الأردن أو على مستوى الوطن العربي دراسات الغربية أثبتت أنه من 30 إلى 50% من المكتائبين أو من الأمراض النفسية يذهبون إلى الطبيب النفسي وذلك يعني أنه من 50 إلى 70% عمرهم ما ذهبوا إلى طبيب النفسي ولا تعالجوا ممكن أننا إحنا في دولنا خنقول الدول النامية النسبة من 10% إلى 30% اللي بذهبوا ويزوروا طبيب نفسي في عدة عوامل قد يكون الإعلام لعب دور للأسف الشديد في السبعينات وما قبل السبعينات دور سلبي في إظهار الطبيب النفسي والمريض النفسي وأظهر أنه الطبيب النفسي هو زي ما بقوله عواس السام بيضوقه أنه بعد فترة بيصير مريض هو زي وزي النفسي وأنه العلاج داخل المستشفى هو عبارة عن عقوبة لهذا الشخص الآن العالم جميع العالم بيشتغلوا على كسر هذا الحاجز ووصمة العار ونحن والحمد لله بدأنا في عام 2010 تم اختيار الأردن ضمن ست دول في العالم لتطبيق فجوة سد الفجوة ما بين الطب النفسي والأولية لتقديم وهذا يعني تقديم الخدمات الطبية النفسية من خلال المراكز الصحية الأولية التي يصدد محا الإنسان بروح براجحه إما لأعراض جسدية أو لأعراض نفسية وتم اطلاق في عام 2010 أول جمعية على مستوى الأردن للمنتفعين من الخدمات النفسية يعني من المرضى النفسيين أو المراجعين النفسيين أو المستفيدين وترأسها ترأس الجمعية أحد المستفيدات من الخدمة النفسية وهذه الجمعية بالمناسبة هي فعالة جدا وقد شاركت في عدة ورشات عمل ومؤتمرات داخل الأردن وفي الوطن العربي وخارج الوطن العربي والحمد لله في تقدم ونشر الوعي النفسي من خلال الناس المشتركين في هذه الجمعية إلى زملائهم الذين يعانون من أمراض نفسية أما على مستوى وزارة الصحة فقد تم إطلاق سد الفجوة ما بين الطب النفسي والخدمات الصحية الأولية سمو الأميرة منا في عام 2010 ومنذ ذلك نعمل على تدريب كوادر في المراكز الصحية الأولية لتقديم الخدمات النفسية من خلال مراكزهم يعرفي المريض لما يروح على طبيب باطني أو طبيب عام أو طبيب أسرة وبيقدم له العلاج لأنه مكتئب وعنده قلق نفسي ممكن يتقبلها أكثر من أنه يذهب إلى مركز متخصص في الأمراض النفسية وقد تمت المراكز من قبل معالي وزير الصحة على عدة مراكز وقد تم تدريب مراكز في الشمال في إربد وفي الزرقاء محافظة الزرقاء وفي محافظة العاصمة وأدت أطب من تلك المراكز لتقديم الخدمات الطبية النفسية للمنتفعين وقد تم الموافقة من قبل معالي وزير الصحة على هؤلاء الأشخاص لتشخيص وعلاج الحالات النفسية يبقى لمؤسستكم والمؤسسات الإعلامية سواء المسموعة أو المقروعة أو المرئية الدور الكبير في نشر الوعي النفسي إلى الناس المستمعين والمشاهدين سألتني السؤال كان كيف نتعامل مع المريض النفسي داخل الأسرة اللي عنده اكتياب اللي عنده اكتياب يعني الأهل عندما يلاحظ هناك تغير بالسلوك عند أحد أفراد الأسرة حيث يصبح إنعزالي عديم الاهتمام بنظافته بهندامه لا يحبذ المشاركة في المناسبات الاجتماعية تخف شهيته إلى الأكل يضطر بنومه بحيث ينام ويكون نومه متقطع ودائما يشكو من أحلام مزعجة وكوابيس يصحو على الساعة الرابعة أو الخامسة ولا يستطيع العودة إلى النوم دائما مزاجه متدني ما بستطيع أنه يتحمل الناس اللي حوالي علاقته مع زوجته أو مع أهله بتضطرب ويصبح عديم التقبل للطرف الآخر يتذمر كثيرا يلوم نفسه يصبح يقول والله أنا بستاهل اللي بجرالي أنا أخطيت في السنة الفلانية وعملت كذا وكذا يفضل في هذه الحالات أنه يزور طبيب النفسي لاستشارته لعرض هذا الشخص وإحنا يعني زي ما بقول طبعا علاجه دكتور بيكون علاج يعني سلوكي وعلاج أدوية كمان مش هيك؟ الآن الاكتئاب هو يعني ممكن يكون خفيف وممكن يكون مستط وممكن يكون شديد وإذا كان خفيف أو متوسط أو شديد ممكن يكون مترافق مع قلق أو توتر وممكن يكون هو الثانو إلى بعض الأمراض الجسدية إحنا نعالج كل نوع من الاكتئاب حسب شدته وحسب الأعراض المترافقة معه ممكن علاجه وتعالجه وبشفى يعني المريض هناك جزء يتعالج ويشفى لكن هناك جزء آخر للأسف الشديد مرض مزمن يعني مثله مثل الضغط مثله مثل السكر لكن يشفى مع العلاج إذا تناول المريض علاجه بانتظام تصبح حياته طبيعية ويستطيع أن يعيش حياته ويمارس كل الواجبات المطلوبة منه نعم أنا أبدأ أشكرك دكتور نائل عدوان اختصاصي الأمراض النفسية ومدير عام المركز الوطني للصحة النفسية شكرا جزيلا لك صباحك طيب شكرا لك سيد صباح شكرا لك